مرحباً سعيد عليكم هناخد النهار ده الحروف اللي ما كادناش قبل كده بس قبل ما نبتدي الحروف الجديدة هنرجع مع بعض الحروف القديمة طاق ذاق عين غين فاق كاف بعد الكاف حرف ايه اصحابي كاف طيب نشوف دي سورة ايه اختر الحركة المناسبة كرد كرد شطار كاف كسرة فيل فيل انا قلت فا ولا في في برافو عليكم فا قسرة عينب عي عينب عين كسرة ضرف ض ض ضرف ضا فتحة شطار اكتب الحرف الناقص غزالة غي غي غزالة غين سمع حد من اصحابي بيقول لي غين فتحة شطار غين فتحة غي غزالة ض ضرف ضرف ضفر ضو ضفر ض ض ضم ما تنسوش تطلع يلا بينا نوصل شطار غي غي غزالة غي غزالة حرف الغين برافو ضابط ضابط حرف ضد اكتب الحرف المناسب ق ق قدم برافو انا سمع حد من اصحابي بيقول لي حرف القاف شطار غو غو غراب حرف الغين برافو يا اصحابي ما نساش نحط النقطة بتاعة الغين علشان ما تبقاش عين شطار يلا بينا نبتدي الحرف الجديد بتاعنا حرف الكاف يلا بينا نشوف كريم جاي معاقي دخل كريم حجرة الطعام وقعد كريم على الكرسي علشان ياكل قبل ما بناكل بنقول ايه اصحابي برافو بسم الله الرحمن الرحيم اخد كريم قطعة من الكعكة ولقى طعمها لذيذ جدا وشرب معاها كوب من العصير الكرز الشهي وبعد ما انتهى من الطعام ذهب الى مكتبة اخته كاميليا واخذ كتابا عن الحيوانات والتيور شاف ايه يا صحابي في الكتاب شاف كلب وعرف ان الكلب من حيوانات الاليفة المخلصة اللي ممكن تعيش معنا في البيت وان الكتكوت من الطيور وكانت اخته كاميليا بتعزف الموسيقى على آلة اسمها ايه؟ اسمها الكمان والقرة كانت تركس على انغامها مين اصحاب حرف الكاف اللي موجودين معينا؟ كريم كرسي كعك كوب كرز كتاب كلب كتكوت كمان كرة شطار يا اصحابي برافو عليكم يلا بينا نشوف حرف الكاف بيتكتب ازاي عصايا نزلة على السطر ومشت على السطر ايه وعطو اع منكم من على السطر ورفعت ايديها سنة صغيرة ايوا كده برافو عليكم وهنحط لها ايه في النص هنحط لها كاف سغننة هنحط لها ايه كاف سغننة شبه الهمزة يلا بينا كده نكتبها تاني واحد نازل على السطر ومشى ماشى على السطر ورفع ايده سنة صغيرة ونحط لها في النص ايه برافو نسا ما حد بيقول كاف صغيرة شطورين طب الكفة اول الكتاء الكلام بتتكتب ازاي يا اصحابي شرطة ميلة نزلت على السطر وفتحت ايديها يلا بينا تاني نكتبها مع بعض شرطة فوق السطر بعيدة عن السطر من فوق جدت وقفت زحلقت بقت هي كمان ايه ميلة ومشت على السطر فتحت ايديها برافو عليكم اصحابي اوعت وقاوها من على السطر لازم تبقى نايمة على السطر كاف كلب كاف كلب ايه تاني يا اصحاب حرف الكاف كأس كعك كرة يلا بينا نشوف مين اصحاب حرف الكاف كأس كعك كرة برافو يا اصحابي طب حرف الكاف فين موجود فين بقى في الحروف دي حرف الكاف كاف ده كاف لأ برافو عليكم ده كاف كاف برافو حرف الكاف في اخر الكلمة بكتبه ازاي وعصايا نزل على السطر فتح ايديها ماشت على السطر ورفعت ايديها سنة صغيرة لفوق وفي النص بكتب كاف سغننة وفي اول الكلام شارطة ميلة ونزلت على السطر هي كمان ميلة وفتحت ايديها ماشت على السطر مين اصحاب حرف الكاف اللي عندي هنا برافو كلب كتكوت كرة شطار يا اصحابي برافو عليكم يلا بينا نشوف مين اصحاب حرف الكاف اللي هنا عشان نلونها او حد يقول لي قلم قه قه قلم بحرف الكاف هنلون ايه يا اصحابي كتاب وكرة وكلب كتاب وكرة وكلب برافو يا اصحابي ونضع دائرة على حرف الكاف فين حرف الكاف برافو انا شايف اصحابي بيحطوا دواير معي على حرف الكاف يلا بينا نحط دايرة على الحرف الصحيح فقر ف ف فقر هحط دايرة على حرف ايه برافو برافو الفاء كرة ك ك ك كرة كاف كاف ولا ذال كاف برافو كتاب هحط دايرة على حرف الخاء لأ على حرف الكاف برافو عليكم شطار طيب فين حرف الكاف هنا كاف كلب وكورسي وكوب طب دي ايه عين بحرف الايه اصحابي عين برافو عليكم هنكتب حرف العين تحتيها